تخبط كبير عشاه ولا يزال الوسط التربوي في الساعات الفائتة حيث كان وزير التربية عباس الحلبي أعلن في وقت سابق رفضه اعتماد المواد الاختيارية في امتحانات الشهادة الثانوية على قاعدة أن العام الدراسي كان طبيعيا ليعود اليوم ويدعي الاجتماع لإعادة البحث في الكثير من الأمور منها المواد الاختيارية علما أن اجتماع اليوم سيستتبع باجتماعات لاحقة حسب ما أفادت مصادر وزارة التربية للأوتي في فالنقاش يتمحور حاليا بشكل أساسي حول وجهتين نظر الأولى تدفع باتجاه اعتماد مواد اختيارية والتقليص المنهاج على كافة الأراضي اللبنانية والأخرى تعتبر أن أي استثناء يجب أن يكون فقط لتلاميثة الجنوب يأتي هذا التراجع بعدما رفعت أمس إلى الحلبي توصيات مدراء المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية والخاصة في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون والتي شددت على عدم سلخ الجنوب تربويا عن بقية المناطق وهو ما يدفع باتجاهه أيضا نواب حركة أمل على نفس قاعدة ما حصل في التنبيد للمجالس البلدية والاختيارية اجتماع اليوم لم يلقى ترحيبا من نقابة المعلمين في المدارس الخاصة التي رفضت إجراء أي تعديل على برنامج المواد واعتماد المواد الاختيارية للطلاب أو إجراء أي تغيير في مواعيد الامتحانات وتخوفت من أن يكون القرار قد اتخذ في هذا المنح تحت جنح الظلام وهي أيدت تخصيص امتحانات تراعي ظروف طلاب الجنوب لجهة تقليص البرامج واعتماد المواد الاختيارية على نحو خاص بهم وعدم تحويل الخاص إلى عام يذكر أن الوزير حلبي تراجع أيضا اليوم عن موقفه من عدم إعطائه عطلة مدرسية يوم الخميس من منطلق المساواة بين الطوائف المسيحية كافة لتمتد العطلة من صباح يوم الأربعاء الذي يصادف عيد العمال حتى مساء الاثنين